هنا أيضاً يعني أستاذ أكرم يعني كمان الجماعيات الأهلية أيضاً هي محتاجة للحوار الوطني علشان كمان يتم تحسين أوضاعها لأنها بتقدم خدمات زي ما تكلم عنه بزرط أولاً العمل الأهلي والعمل المدني في مصر كان ليه دور مهم جداً في السابق يمكن جات فترة تركز في بعض التفاصيل لكن يمكن حتى الاستراتيجية الوطنية لحوال الإنسان أو المؤتمر الأول للمجتمع الأهلي واللي افتتحه أستاذ الرئيس أعتقد كان واضح أنه لازم ياخد دور وفرصة وجزء مهم هو جزء من هذا المجتمع بالعكس أما يبقى فيه خمسين ألف منظمة وجمعية يمكن التحالف الأهلي كان فكرة هيلة جداً أنه بيجمع ويعمل قاعدة معلومات فالخدمات تروح لأصحابها واللي منحتاجين ليه يمكن الدكتور طلعت أشار لبعض الأعباء المترتبة وكمان الحقيقة مرتبط بده عشان كده بنقول الحوار متشعب جداً مش بس في بعض الناس بيروا أنه لا ده السياسة لا اقتصاد لا الاجتماعي المحاور دي كلها متصلة بعضها لأنه عسابي المثال إدارة نفسها يعني دايماً الدولة والرئيس بيسرع فكرة نحن عاوزين إصلاح إداري واضح وفيه رقمنا ونلغي الأنصر البشر نهاردة قانون زي المحليات ربما يكون له أولوية قانون الإدارة المحلية لانتخابات المحلية لأنه المحليات في كل دول العالم في الدول الحديثة هي التي تناقش حياة الناس في جزء مهمة ومشكلات كثيرة بتتراكم عندنا يعني فساد ومخالفات وغيره الترخيص الاستثمار سرعة الاستثمار دايماً الرئيس فيه مبادرات زي إبدأ ومبادرات زي غيره دايماً المبادرات الرئاسية بتتسرع ده لكن كمان يبقى فيه قاعدة فيه تشريعات متضربة ممكن يبقى فيه أولويات لده يعني قانون زي الإدارة المحلية فيه بعض الناس بيروا الحبس الاحتياطي وتحديد مدته ده أسير فيه الجلسة في الحياة لكن تظل أنه القضايا المرتبطة بحياة الناس بالصحة بالتعليم بالعشويات بالمبادرات الرئاسية اللي حصلت في الصحة ومئة مليون صحة وقوام الانتظار والتأمين الصحي الشامل اللي احنا بننتظر عقود ولأول مرة في مصر بياجهوا طريقه للتنفيذ التفاصيل دائماً هي اللي بتبقى مهمة ودي اللي المفترض أنه الحوار الوطني لأنه قد يرى البعض أنه حوار سياسي فقط طبعاً الممارسة السياسية وتوسيع المشاركة زي ما حضرتك قلت أنه في أحزاب ربما مش موسلة في برلمان موسلة في الحوار الوطني الحوار الوطني ده يوسع الدائرة اللي احنا بنقول إدارة التنوع كمان أستاذ أكرم ربما هنا كمان بعد ما حضرتك ذكرت بعد مرور أكثر من عشر أحد عشر سنة الآن عن ما دار في الأحداث السياسية اللي مرت على مصر فيها حتى الأحزاب اللي كانت في الأول أعتقد أن هي وجود الحوار الوطني ووجود هذه السنوات أن هي تجدد من دماغها تجدد من أفكارها هي كمان تتغير للتغير اللي حاصل يعني مش هينفع حزب أنا كنت موجود من سنين مع كل هذه التغيرات أنا ماشي بنفس الوثيرة يعني أعتقد فرصة كبيرة للناس تغير وزي ما حدرتك أشارتي دايماً احنا بنقول تجربة السنوات اللي فاتت لي لأن اللي كان عنده عشر سنة بيعانده تلاتين اللي عنده تلاتين بيعانده أربعين اللي عنده خمسة عشر اللي عنده خمسة وثلاتين أو سبعة وثلاتين الطفل اللي كان عنده عشر سنوات بقى اتنين وعشر سنة وخلص جمعيته بقى شاب بيشتغل معاين وبالتالي فإذا لم نكن استفدنا والعالم نفسه تقلب أكثر مرة احنا شايفين في الإقليم وإحنا بنقارن سياستنا دايماً بنقول بنفرد الخريطة ونشوف مصر يعني في مسيرة في منطقة مشتعلة براميل البرود شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً ومتوسط خطوط حمراء وصراعات وتهديدات للأمن القومي وفيه التفاصيل احنا بنراها وتفاصيل أخرى لا نراها الناس النهاردة بتتساءل هنعمل إيه هنا هنعمل إيه في الجنوب هنعمل إيه في الغرب تأمين حدودنا في أي اشتعالات دي بترتب علينا انفاق أعلى على الأمن القومي والتحركات وبالتالي ده جزء ما هو ده أي حد بيبص لحار وطني أو بيحص لمسيرة مصر على مدى العشر سنوات اللي فاتت يحطها في الخريطة صحيح احنا كنا بنشتغل على الإصلاح الاقتصادي وبنشتغل على الطرق والكهرباء ومدن صناعية ومدن ومزلنا في البناء وفي نفس الوقت فيه تحدي كان الإرهاب أنفاق لسينة يعني ده يبقى موضوع احنا مش بننطلق من الصفر لكن يمكن التواصل في التفاصيل وأي حد بيطرح يبقى بس آري ويقدر يطرح بديل أوجة نظر أكيد خلينا نتفق بأنه يعني لو بنقول العشر حداشر السنة الماضية أنت كنت في حالة دفاع في حالة بنا فإعادة تكوين مجتمع كامل على الأرض أنت دلوقتي في حالة بناء إنسان الحوار هو إنسان والإنسان محتاج لحاجات هل أقدر أقول أن الحوار الوطني خليني مثلا أتكلم عن المحاور الاجتماعية اللي بتهم الناس الصحة والتعليم والزيادة السكانية والهوية الوطنية والشباب وكل هذه الأشياء هل أقدر أقول أنه هنا الحوار الوطني قد يضع توصيات تساعد بقى كل الوزارات يعني مثلا أحط توصيات ألاقي مثلا وزارة التضامن ممكن تعمل بيها أحط ألاقي مثلا الأسرة والسكان وزارة تربية والتعليم يعني هل حيكون في جدية بالتعامل مع توصيات الحوار الوطني ده اللي بيهم المواطن يمكن كنا من شوية بنتكلم في فكرة أهمية الفصل بين الدولة كدولة والحكومة أو الوزارات ده جزء مهم لكن ده سؤال في غاية الأهمية لأنه التجربة اللي فاتت احنا قلنا الرئيس هو اللي دعا اللي هو الوطني والحقيقة استجاب في لجنة العفو في التشريعات هيبقى ده محتاج فعلا يتغير في التشريعات بس احنا قلنا فعلا الإدارة محتاجة تتطور بالشكل اللي يناسب العصمة الإدارية للدولة رحلها صحيح لا يمكن يبقى نظام إداري الرئيس نفسه دائما بيوجه إلى توحيد الأرشيكو عم حسين والناس العديمة دي مش حيروكوا ويبقى فيه رقمانة ويبقى فيه الموظفين موجودين بس يجيب تدربهم صح وعدين ممكن يبقى أعلى سلطة واخد بنقول توحيد الاستثمار ويجي حد صغير يعطل دايما ده بيحصل وبنشوفه يعني حوالينا وفيه ناس بشتيك فيه قضايا زي المصالحات في البناء وقرارات هيتحول لتشريعات ويبقى قانون واحد بيحكم الكل وده دايما الرئيس يوجه لي انه عاوزين قوانين واضحة وعاوزين سرعة وانه نسهل للناس حياتهم فانه احنا بنعيد ترتيب الدولة كلها بالضبط احنا بنقول مرحلة جديدة وانه الدولة فيه لياقة وانا بقول ليه الفاصل لانه الرئيس هنا ضامن لها هذا الحوار الدولة غير الحكومة بمعنى انه ممكن انا الحكومة او وزارة بتبطئ في شيء فانا عاوزة سرعة او بنطقد ده هنا الدولة هي الضامن بمعنى انه الدولة محايدة تجاه الجميع ذلك الحوار الوطني ده حوار الدولة اللي دعات له الدولة اللي بمعنى انه شفنا كل الطيرات اللي احنا بنقول على مدى عشرة او حتاشر سنة كل واحد فيهم زي ما احنا بنقول اللي بيمارس السياسة ان الحوار وسيلة مش غاية زي الديمقراطية وسيلة ليسعد البشر وافضل الادارة والمحاسبة وده في الاستراتيجيات بالمناسبة في استراتيجيات الوطنية لحقوق الانسان في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وغيره طب نفعل ده ازاي زي الدكتور طلعت ما بيقول او الحقوقيين ما بيقول فيه كمان الجزء الهوية والثقافة والفن اللي مصر نولو قوانا جدا